عشان كده كمان يمكن اتكلمنا عن النادي الاهلي بس حابين نقف عنده ظاهرة ايوة ظاهرة من ظواهر الطبيعة ظاهرة من ظواهر الكون وبنقول ماشاء الله وبنقول ماشاء الله احنا يعني الحالة صعبة احنا مش نقصين حمدي باشا فتحي ببساطة كده حمدي فتحي انسى يا باشا منطق انسى علم انسى بدني انسى اي قناسات لا لا والله حمدي فتحي ان شاء الله ربنا يسترها معايا وربنا يحفظه حمدي فتحي جوه المباراة عمل اللي انت ماينفعش تنتظر انه هو يحصل اللعب بينزل حط بقى معايا لعب لعب الكاميرون وقت اضافي لعب لحد اخر المباراة لعب مع السنغال لحد الاشواط الاضافية بيسافر الرحلة دي وبينزل بداية الشوت التاني او كمان بعد مرور عشر دائم الشوت التاني عشان يعمل اشياء لا يمكن تتخيلها عشان يقطع مساحات في الملعب لا يمكن تتخيلها عشان هو اللاعب اللي يبقى بعد المباراة شايف في عينه حزن وكيانك انت يا ابني زعلان ليه والله العظيم بجد انت اثرت في ايه ده انت خلتنا كلنا والله العظيم نفخر ان فيه لعب زيك جوه النادي يعني حمدي فتحي كارقام ليه بتلاتة واربعين ديئة تمريرات دقتها تلاتة وتسعين في المية من اين لك بهذا التركيز الزهني في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها تزديدات تلاتة كمان مش اتنين استخلاص للكرة اربع مرات قطع تمريرات اتنين يعني هو افسد للمنافس حوالي ست محاولات التحامات هواية تلاتة صحيحة منها اتنين اجنالي للتحامات تسعة اللاعب الصحيح منها ستة اللاعب كان بيدخل كل الالتحامات الصنائية كل المواجهات الصنائية حمدي فتحي مبارح والله العظيم خلاني افخر ان فيه لعب بالعقلية دي وبالروح دي وبالامكانيات دي جوه النادي الاهلي وخلاني اغجل قوي مش اغجل من نفسي اغجل من فكرة ان ايه الاحساس ده بالفريق وهو لعب مش شايف قدامه ان انا ينفع اخسر حمدي فتحي رجولة قلب الاسد قول لحد بكر ربنا يا حميك يا حمدي وهنا رسالة للبعض اللي تجاهل منح حمدي فتحي حقه مع منتخب مصر احنا هنا من قناة النادي الاهلي اشدنا بابو جبل اشدنا بالوينش اشدنا بحمد فتوح اشدنا بزيزو اشدنا بكل اللاعبين اللي كانوا يستحقوا الاشهادة وما فرقناش في فكرة الالوان لكن ليه حمدي فتحي ما خدش حقه بالشكل الكافي بعد مشاركة رائعة مع منتخب مصر في امم افريقيا كان هو اللي شايل خط النص بمعنى الكلمة حرفيا رغم اصابته كان عايز يكمل المباراة ليه استبعدنا الاشادة بحمدي فتحي ليه كان الكلام قبل البطولة ان احنا في حاجة للاعب اخر في مركز ستة من اجل منتخب مصر ولما حمدي فتحي رد في الملعب عمليا ان منتخب مصر او كيروش اختار الرجل المناسب في المكان المناسب ما طلعناش قولنا احنا بنعتذر ان احنا كنا بنطالب بلعب اخر مكان حمدي فتحي او على حساب حمدي فتحي او لكلة السقة في حمدي فتحي ما فعله حمدي فتحي في امم افريقيا كان عظيم وما فعله في مباراة بالميرس كان اعظم حمدي فتحي كان من وجهة نظري لو عايزوا في خط الضهر في المباراة هتلاقيه لو عايزوا في خط النصة هتلاقيه لو عايزوا راس حربة هتلاقيه له تلات محاولات على المرمى من اكتر اللعبين اللي هم محاولات في الناد الآية على المرمى ربنا يحملنا حمدي فتحي ده بالنسبة لحمدي فتحي